اشتركوا في القناة وانا عملوا معايا في عيابه كارثة كبيرة ما حدش هتوقحها بس قبل سماعي الفيديو فضلا وليس امرا ان الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس واختيار الكل عشان يوصل لكم مننا كل اشعار فيديو جديد ننزلوا مع بعض ان شاء الله تعالى صاحبة الحكاية بتقول احنا من الارياب وناس ظروفنا على قدنا خالص يعني ممكن ما نكملش علامنا ممكن نتجاوز واحنا زيارين يعني زواج القاثرات يعني اكتروا في الارياب عندنا بنات كتير اهلها بتجوزوها هم مصغيرين انا كان في الوقت ده عمري خمستاشر سنة بس كان جسمي سابق سني يعني كان جسمي فاير وكان باين علي ان انا سن اكبر يعني جسمي اكبر من سن كأن يعطي تمامتاشر سنة جالي عريس طبعا انا مش مكملة تعليم انا طالعة من الاعدادية لما وصلت لتالت اعدادي وجسمي كان فاير وكان شكلي يعطي اكبر من السن اللي انا فيه اول عريس خبط على بابنا عشان احنا ظروفنا على قدنا لما جالي عريس مناسب وحالته المادية كويسة اهلي وفقه على طول طبعا زي ما انتم عارفين بيبقى الجواز بالعقد مش بقسيمة جواز دي يعني زي الورق العرفي بيبقى بين الطرفين عقد وشهود وخلاص على مكسبي على مدمنت تبلغ سن الجواز بعد كده بتعمله عقد وتوسك في المحكمة المهم جالي عريس اه كان اكبر مني بعشر سنين كان عنده خمسة وعشرين سنة اه كان متعلم تعليم متوسط حالة المادية كويسة نوعا ما فاتقدم دي اهلي على طول وفقه انا طبعا فرحت بالفستان والدبلة والشابكة وان انا هبقى عروسة وان انا هعمل بكياج وروح الكوافير ويعملولي فرح سن مراحقة طفلة مش فاهمة حاجة ومش عارفة اي حاجة اتسأت وراء اهلي ووفقت وزي ما هم قالوا امين انا قلت امين وانا بصراحة ما كنش مخصوب علي ان انا اتجوزوا غزبا عني بالعكس انا كنت فرحانة زي طفلة فرحانة في فستان العيد وكنتش عارفة المشاكل اللي هعانيها بعد كده والعذاب اللي انا هشوفه لما اتجوز الشخص ده اول ما اتجوزنا طبعا دخلنا في بيت العيلة انا اللي هي شقة اي نعم بس كل عشتي هتبقى في العيلة تحت وكلنا بنكل مع بعض وبنغدم العيلة كلها اكلنا سوا وشربنا سوا وطول اليوم بنبقى تحت عند حماتي وحماية وبنبقى السلايف كلنا مع بعضنا يعني ما بنطلعش شققنا كده او بيوتنا الا للنوم فقط اول ما دخلت بيت العيلة لقيت حماية ابو جوزي يعني بيعملني معاملة غريبة شوية انا كنت في الاول فاكرها ان هي معاملة اب البنته لان انا طبعا مخي اعتبر برضو طفلة بجسم انسة منش فهم حاجة كان ساعة يقول لي تعالي حبيبت بابا عودي جنبي هنا تعالي حبيبت ابوكي مش عارف ايه تعالي انت حلاقي حلوة النهاردة لكده الايه تقطع علي الايه يعبط علي الايه مسلا يبسني من خدي وانا قاعدة اقول ده حنان ابوي زي ابو وبنته ما كنتش متخيلة ان دي يعني تحرش او كده فانا من كتر ما هو بيعمل معايا كده مسلا انا ودخلت المطبخ الايه يخبطني كده على دهري على كتفي ايه يقول لي ايه بتعمل لي ايه حلو ان انا النهاردة ايه اللي بتطبخيه ده رحة اكلك فايحة ده انت ما شاء الله شطرة ايه الحلوة ديت انا اقول ايه ده بيعملني زي ابويا وان انا عشان اصغر واحدة اه في السلفات او ان انا مرات الصغير فانا بالنسبة له الطفلة المدللة يعني حنين في حق عشان انا صغيرة مفيش اه اه يعني انا بينه وبينه عمر كبير يعني حماية في الثمانية وخمسين سنة ستين سنة يعني مش هيبص البنت عندها خمسجر سنة وكمان هو بحكم ان هو ابو جوزي يعتبر زي ابويا فما كنتش حتى بينه وبينه التخوين او الشكل المهم ايه لما لقيته بيعملني كده ولقيه وهو جاي اه من بره يقول لي ايه انا كبتلك شوكولاتات وبيبتلك حاجات حلوة بس ما تقولش لحد ولا تقول لحاماتك اما تطلع يفوق كلها براحتك وانت اقول له خلاص يا بابا ماشي واخد على نياتي وفرحانة بالشوكولاتة وبالحاجة الحلوة وعيلة يا جماعة مش فاهمة اي حاجة المهم اه جات في يوم املت الفطار وبالم الفطار لقيته ايه بيشيل معيه اللي اطباها وبيدخلها كل ده طبعا ما حادش بتكلم ولا اي حاجة وانا مش مبينة انا بتعامل ببراقتي كطفلة مش فاهمة اي حاجة ومش مبينة اي حاجة ما فيش بينه وبينه شك يعني المهم ساعدني ودخلت المطبخ ولقيته بيعبط علي جامد كده من ظهري وبيقول لي ايه كل يوم يا حاببت ابوكي بتحلوي في الوقت ده انا حاسة ان هو بيتحرش بي او ان موضوع يعني ما تطمنتش من الحركة دي لان كان اول مرة يتجرق علي كده المهم روحت لسلفتي وقلت لها بقول لك ايه قالت لنع قلت لها وانتي حماكي بيعاملك كده يعني بيعبط عليك بتقطع عليك ايه بيقول لك كلمة حلوة بيطيب خطرك زي ابو ببنتو قلت لها ايه اختي والله عمر ما عامل كده انا كلمة معاه رسمه وميره قوي يعني اقول لي حطيلي فطور حطيلي غدا حطيلي عشاء كلام مع بعض بحدود وعمر ما تجرق على واحدة فينا احنا هنا ثلاث حريمة هوت في البيت ولاد ابنه يعني هو مخلف اربع سوبيون ثلاثة متجوزين قبل مني وانا مرات الصغية قلت لها احنا لقى ثلاث سلايف عمر ما تعمل معانا كده وعمر ما تقطع علينا اه يمكن معرفش هو بيعاملك انت المعاملة الخاصة دي ليه او بيعاملك بالطرق دي ليه مش فهمة يمكن بيعاملك كحنية ابو قلت لهم انا ما استغربة قلت لها انا ما استغربة انش معنانا اللي بيعاملني كده ومش عارفة انا مش مرتاحة قلت لها لو انت مش مرتاحة والله اصروا منه ولو ما اصرش قول الجوزك او قول الحماتك انا طفلة طبعا واتسقت ورا كلامها فانا قلت ايه انا اتجنبه واتعامل معاه رسمي اه مش عايز حاجة يا بابا وكلامي معاه بقى ما بيعودش جنبه ما بتكلمش معاه قد كده لقيته جاي ورايا في ورده في المطبخ بيقول لي ايه انا عايز كوبية شاي من ايديك الحلوة دي وامسك ايديه وضغط عليها كده وامبايس كفة ايدي قلت له لا بقى انت الموضوع ما يسكتش على انت ليه بتعاملني كده اش معنى انا دون عن اي حرم في البيت بتعاملهم كده قلت له عشان انت صغيرة وانت دلعت ابوكي وانت اصغر واحدة فيهم فبقى عاملت زي ايه بنتي اذا انت تعتبر زي حفتتي قلت له بس برضو المعاملة بحساء قال لي ايه فيه بين الاب وبنته وحساب قلت له ايه انا بالنسبة لي بقى في حساب امرح ايه مهزر معي كده قام ضربني من حتة كده من وراء وكده بطريقة خبطنا على كده ومشى وكأنه بيتحك قمت راحة طبعا من طفولتي او دماري قمت راحة الى الحماتي قلت لها يا ماما دلوقتي انا عايز اقولك على حاجة بينه بينك قلت له قولي في ايه قلت لها يا بابا وبيتعد علي وبيعملني مش حلو وبتجرق علي وبيعني ايه بيحاول ان هو يقرب مني ساعة ما قلت لها ان هو يعني زي اللي بيعكسني لاتها بتقول لي بيت انت يا بيت انت بقولك ايف وقول نفسك انت فاكرة ان انت هتعملهم علينا هتصاع علينا انت جاي ترمي بلويك على الراجل الراجل ايه اللي هيعكسك انت يا اختي هو انا عمي وحشة ومش مالي عينه ده قد جدك هو هيبص العيالة قد ركبته انت جاي ترمي بلك علينا يا بيت انت لشكل كده عينك فرغة ومش عارف ايه بقولك ايه ده انا لو زودت فيها خلي ابني طلقك ويرميك كده هو توسعتها مش هتعرف تثبت ان انت لك انت متجوزة وانت متطلقة لان انت جوازك مش رسمي انت مش متجوزة بعقد جواز رسمي وموسق في المحكمة ده الورقة كلها عرفين قطحها وفي ستين دهي انت هتشتغلهم علينا هنا وتفضح الراجل وتعمل له سمعة لقتها وقفت ضدي المهم هي طبعا لما سمعت الكلام ده وقال وعملت فيه كده انا خفت منهم ما قدرتش ان انا يعني اتكلم ولا افتح بقي بصراحة خفت من تهديتها ماتي ومن طريقة كلامها لان فعلا انا مش متجوزة رسمي خفت لغاودي وام فعلا يطلقني وبساعتها ما بقاش معايا ورقة اثبات طلاق ولا ورقة اصلا تثبت ان انا متجوزة يعني برضو خفت على نفسي وقلت يا بنت اسكتي وقفل بوقك خالص وما تتكلميش ولا تعمل لنفسك مشاكل اقتصر منه خلاص وبعيد عنه وتجنبيه وعيش وخلاص كله واشربه وقدم جوزك واثر منه على قد ما تقدري فبقيت لقيته جاي يقول لي انت راحة يا عبيطة تقول لي حاماتك الكلام ده وانا يا بيتة هبصلك ولا عكسك ده انت زي حفت ده انت من دور ولاد ولادي انا عشان بحبك وبعزك ولايك اصغر واحدة فيهم وعشان انت الغلبانة فيهم والضعيفة بعملك كويس وباميزك عنهم وبرضيكي زي ما انت عشان انت متجوزة في بلد بعيد عن بلد قريبك تقومي راحة انت شحن حاماتك علي وتخيل طلعيني بصباص وعناي فارغة وان انا بعكسك وان انا بتعد عليكي وتحطني في الصورة دي قلت له انا ما انا بقالقيك مش بتعاملهم زي ما انت بتعاملني انا بقالقيك ان انت بتعاملني متجرأ علي بزيادة وانت بتعاملهم مش كدهش معنانا اللي متجرأ علي مستغفلني مثلا وانما استضعفني يكملني صغيرة قال لي ده انت خايب قوي استغلك ولا استضعفك عشان انت صغيرة انا بعملك بحنان الاب وبديكي حنية لان هم مجبار ونطقين وفهمين واهليهم جنبهم لما بيتعبوا بالاهليهم بيجوا بيزرؤهم لكن انت متجوزة بلد بعيد عن بلد اهلك فعشان كده انا بعواضك او ان انا بحتويكي قلت له عمتا انا ما بحبش بقى المعاملة بالايدين عايز تكنمني يا بابا عادي بس ممنوع اللمس والايدين والكلام ده ما ده انا مش حابة الحاجة دي انا عايزك برضو ما تعملهاش لقيته بيتقطع علي وبيقول لي ايه لا انا مش عايزك تبقى ناشفة كده معي انا عايزك كده تعملين زي ان كنت بتعامل ابوكي انت انت كنت بتعمل تفرقة بينك وبين ابوكي يعني لو ابوكي عبط عليك ولا تقطع عليك ولا قاعدك على رجله ساعتها تقول له الكلام ده قلت له بس هو ابويا اللي مخلفني قال لي وانا برضو ابو اه جوزك يعني يعتبر في مقام ابوكي ما حل الكيش ولا ينفع ان انا اتجوزك فانا بعملك زي بنتي او بنتي بنتي مش بعملك بحاجة وحشة وعايزك تدل السكة كده وتبقي ابراحتك معي وما تتحرجيش ولوست حاجة تعالي طلبوها مني لو عايزة تعالي عود معي تعالي عود معي آآ عودي جنبي آآ سيريني تكلم معي وطوله خلاص مفيش مشكلة بس برضو المعاملة هتكون معاك بعد كده بحدود انا برضو الحاجة اللي انت بتعملها بدايقني وانا مش عايزك يعني تخسرني وعايزك تعاملني معاملة زي اي واحدة رسمية كده زي ما بتعاملنا سوين ولادك عاملنا زي ايوم وخلاص قال لي ما فيش مشكلة ولقيته برضو بيطقطع علي وبيحط إله على كيف بقول لي ايه دماغك نشفة ولقيته بقرسني كده منوش بقول لي دماغك نشفة بس ايه حلوة ودخلة مزاجي لما قال الكلمة دي قمت روح بقى حكي الجوزي حكيت لجوزه كل حاجة وقلت له ان انا قلت لامك واهنتني ومش عارف ايه وحكيت له التفاصيل كلها كاملة لقيته بيقول لي ايه انت كدابة ومجاتر مبال عليك على ابويا وزي ما زي ماما قالت لي ان انت برضو آآ بتتدلع عليها ماما حكيت لكل حاجة وانا عدتها وقلت ايه ما عملش معاك مشاكل لكن انت جاي كمان تشينيني من ابويا وجاية تفضحينا هنا انا برضو متجوز الجواز صلونات ما عارفش عن اخلاقك حاجة انا بين وبينك حلف المصحف لو اديك البشعة اللي عشان تحط لسانك على النار لو صدقة اللي النار مش هتئذيكي لو مش صدقة النار هتكو لسانك وهتخليك خرصة العمر قلت له انا مستعدة مستعدية احلف لك ومستعدية كمان للبشعة عادية عشان تعرف زي كنت كدابة ولا لأ المهم ايه قال لي طب يلا ماشي من قدامي الغوري يلا في دهية المهم عدت عايت وعدت فقورت عايت وقلتني مبكلمش حماية طبعا مبكلمش حماية ومبكلمش اي حد وكل تقلب علي والبيت كله يتغير علي لان عندنا في البيت بتاع العيلة لو حماية ما بتكلمنيش لازم الكل يخصمني ارضاء لحماية في القاية البيت كله مقلب علي حتى جوزي المهم جوزي مبكلمنيش بنزل اشتغل في البيت العيلة بقنس ونظف واطبخ وكل لو وش في وش اجل كل اللقمة كله بيبصلي باحتقار فضلت مكتقة بفترة قلت له طب خلاص انت عشان ترتاح لانهم اللي يبك علي وان انت مشحن علي ومضغير علي بينه وبينه البشعة دي تعال نروحها فعلا جوزي قال له امه هي انت بتقوله كدابة وهي بتقول ان انا صدقة عشان ارتاح من الموضوع ده والمشاكل تتحل تعالوا انت وابويا ونروح البشعة ونعمل كشف بكتب ده لو طلعت مرأة الكدابة هتخرس من النار اللي هتتلسع بيها لو ما طلعتش الكدابة وكده اعرفي ان جوزي كل خلطان انا مش هيجي على نفسك اكتر من كده المهم محماتي اللي اصارت ان احنا نروح البشعة اول ما روحنا البشعة طبعا امن الراجل قال حط طبعا حمل حديدة بتبقى حاجة زي السكينة كده اولا حاجة زي المجراف كده بحطها على النار لما تحمره خالص وبقوم حطنا على اللسان الكداب بيخافي يحطها لان النار بتشبك فيها بقلاص بيخرس خالص ممكن يموت من كتر الحر اللي فيها لو النسان صادق بيحط لسانه عليها عادي وبتعدي بسلام هي حاجة كده بضعة زي ما انتم فاهمين كده اكيد المصرين كلها يسمعوا عن البشعة دي المهم في الوقت ده روحنا فانا عند كشف الكدب ده وقام سخن البشعة ديت وقام جاي قام اي الحماية يعني احلف ان ما حصلش على الكدب اللي بينك وبينها وحط لسانك على البشعة رفض تماما قال انا عييلة زي دي تحلفني ولا تكذبني ولا تحطني في اختبار ايه قلت الادب دي والله ما انا ايه حطت لسانه على البشعة قلت له وخلصت ايه قلت لحماتي وجوزي خلص انا احطها هنا لان انا واسكة من كلامي لما انا حطتها النار الحمد لله ما شبكتش في لساني وحدت بسلام ساعتها حماتي عرفت ان جوزها كداب وعينه فرغة وعرفت ان هو يعني مش كويس وان انا ما ببتلش عليه ولا حاجة المهم بعد كده جوزي امخيضي سكن بعيد واقعدنا فيه وقال لي ادبا لابويا ولامي هنروح بيت بعيد ونسكن وخلص ابو شيل ده من ده ارتحد عنده ساعت انا فرحت ان هو هيمنع الشر بعد كده سبحان الله لما انقلت من هنا ست شهور وحملت وربنا رضاني بمولودة جوم هم طبعا البيت كله باركلي ومشاء الله جابوا له هدايا واهلي جابوا له هدايا وبدأ يلفوا على جوزي تاني وقالوا له خلاص بقى ابوك ايه ايه خلاص تابعا اللي هو بيعمله وهو حسب غلطه ارجع بيت ابوك وقعد في شقيتك اللي يخليك ترجع اه تدفع اجارات ويتبهدل نفسك انت يعني انت هتدفع اجارات وبيتك موجود وكمان عفا الله مع المسلف بقى وهي غلطة ومعدش هتتكرر وابوك خلاص اتعلم من غلطته وارجع ومرتك هتعيش في وسطنا زي بنتنا وخلاص المم بيقول له هوزي بلاش ترجعنا احنا كده مرتاحين كده ريقين بعد عن المشاكل وكمان انت عارف ان ابوك عينه زيغة وفي نفس الوقت لك اخوك كبير برضو بيبصلي من تحت لتحت فانا مش عايز ارجع للمشاكل تاني وللتحرش والمدايقة احنا هافغينا عن المشاكل ده كلها وطول ما احنا بعد طول ما احنا حبايا قال لنا بصي امي قالت لي ترجع وعيش في بيتك وانت مش هدفع اجارات انا مش هقعد هنا ادفع اجارات وانا شقيت البيت ابوية متوفرة احنا مندفع عالفين جنيه كل شهر احنا اولى بيهم وفعلا خد عفشنا ورجعنا تاني بيت العيلة لما رجعنا بيت العيلة لقيت حماية بقى اعمال يضمضملي بقى ويتلككلي وعايز مشاكل لانه طبعا اتفضح امره قدام البيت وقدام البشعة وقدام جوزي وبقى باين ان هو برضو المتحرش فبقى كان بينتقم مني المهم جوزي جاي له عقد ان هو يسافر ليبيا هو خياط وبيفصل ملابس رجالي وبناطيل وجلبيات وكلام انت في جاي له عقد اني سافر ليبيا قلت له يا ابني انت هسافر ليبيا واتسيبني قال لي ايه هروح بس ست شهور او سنة اجمع مبلغ كده ينفعنا يمكن ربنا يرزقنا ونشتري اي شقة تمليك او ايه او دار صغيرة المهم لما قال لي كده وقلت طيب ما فيش مشكلة مدام انت عندك طموح وحلم طب ايه رأيك السنة اللي هتعودها ولو حابك تعود سنة واثنين انا ما عندش مشكلة بس انا هروح بيت اهلي اعود فيه اعود في بيت اهلي لغاية ما ايه ما ترجع بالسلامة قال لي احنا ما عندناش واحدة بسبتها وجوزها غاية وقلت له بس انت عارف المدايقة والمشاكلة والاهانات اللي انا كنت فيها خليني اروح بيت اهلي واعود السنتين مع الزيزة مكرمة انتظرك لغاية ما ترجع لي بالسلامة قال لي لا اعود في شائتك ونزلي اعملي شغل جيتك مع حاماتك وطلعي بعد كده بقى في البابك عليك واثري من المشاكل قلت له يا ابن الحلال انت كده هتسيبني للنار وهتمشي انت عارف اللي فيها قال لي بقولك انا بقولك ما فيش بيات برا بيتنا ما فيش ما روح عند اهلك انت مش هتروح الاهلك اللي كل شهر يوم جمعة ثلاث اسابيع ما تروحيش اسبوع تروحي وهيبقى يوم جمعة تقضيه يوم السابت تاني يوم تركابه مصلا وتيجي انت وبنتك قلت له طيب ده اخر كلام عندك قال لي اقلد اخر كلام عندي فانا كنت بنزل تحت في بيت العيلة اشتغل وكنت بالبس اصدال صلاة وبالبس محترم جدا برضو خوفا من الفتنة لان برضو عارف ان الراجل عينه زيغة وليه سلف كبير برضو مفيش منه اذب بس كان بيبصلي من تحت لتحت كده بس كنت ببقى حريصة على نفسي لان مراته ما شاء الله محترمة وكويسة معي وهي اللي كانت برضو بتقول لي عارف جوزك وعارف حماتك وهي اللي برضو نبهتني ان انا احافظ على نفسي المهم بعد كده لما جوزي سافر من اول شهرين حسيت ان حماية برضو استغل ان هو مسافر وبدأ يبصلي من تحت لتحت حتى لو مش هيعمل حركة بس بيبصلي نظرة مش كويسة المهم بقى يديقني بالنظرات في الراحة وفي الجاية ومش اعرفة اروح منه فين اخش المطبخ اعمل اي حاجة يعمل حاجة ان هو جاي ياخد مية يشرب ولا ياخد اي طلب او طبق او معلقة قال ايه يقوم خبط فيه ويعمل نفسه ان هو مش واخد باله وما يتكلمش وقوم طالع طبعا الحركات دي كلها كان بتديقني لغاية ما وصلت كارسة بقى مني يعني منه حصلت كارسة كبيرة مفيش حد يتخيلها انا في شقتي وطبعا واقفل علي الباب من جوة والمفتاح حطها الترابيزة معارفش ان هما معاهم طبعا نسخ لقيت في يوم انا نيمة قبل اعدام الفجر كده بساعة في قدت النوم ونايمة وبنتي في حضني ببص في قدت النوم لقيت حماية وانا لابسة قمس خفيف واقف وقلبه ارضية قدت النوم قمت رقع بالصوت ان طالع جاري 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 وقوم نزل طبعا انا في الدور التاني نزل جاري عنا ملبست طبعا عباية قيلة وازدال كاتب وصل لقيت وفصل ملح والدايب المهم اتصلت على جوة وقلت له حصل واحد اتنين ثلاث قل انت كذابة قلت له والله العظيم انا نيمة في قدت النوم ببص لقيت في قلبه طرقة قدت النوم وفي الضلمة ابوك وقف قدامك كنت لابسة اميز بنصكم ونايمة جنب بنتي وقضى رحت في شققتي ونايمة برحت لابسة لبسة البيت العادي انا مفيش حد جي معي مفيش حد جارحني وقضى رحت في نومتي انا ما ينفعش عقود هنا انا عايز امشي انا عايز اروح هروح عند قريبي لما انت تيجي ما عادش لاحلل لكده قل لي انت هتعودي بقى تتلككي ابويا ايه اللي هتلقى عندك وفي قط النوم اكيد انت بتتهيالك ولا كان كابوس ولا كان حلم قلت له والله ده حصل المهم وبعد كده كان عد على صفر جوزي ستة شهور تقريبا انا او سبع شهور المهم ان انا بدأت ان انا نقفل عن نفس وروح تجيبتي ترابيس وترابيس البيت يعني ترابيس الباب من جوه بحيس ان هو لو معاه مفتاح لو فتح يبقى الترابيس من جوه متقفلة المهم جات ابوص بعد كده لقيت احنا عندنا نظام الشقة فيه براندة لفة كده من عالسلة يعني يقدر يخش من مدخل تاني لقط النوم بس طبعا انا كانت ببقى قفلة باب البراندة بس فيه شيش وازاز شفاف بيعرف يبص من الشيش ده على النايم جوه انا نايم برضو في يوم لقيت فيه خيال على البراندة كده وفي حد كأنه بيحاول يبص من الشيش بس انا كنت منسات ربنا ان كانت القودة مظلمة مش عارف بيشوف حاجة المهم انا تركبت الشيش ده وقمت راحة لقيت واقف يتبصص علي وقمت لابسة ازدال براحة ومسحبة مسحبة وقمت فتحة الباب قمت وطلعان من باب البراندة ومسكين متلبس هو بيبص علي ساعتها بقى متاني ايه اللي انا انت ايه اللي خليك تطلع هنا وإيه اللي خليك تبص علي يبقى انت اللي كنت في قط النوم يعني والله ما نسكتلك المهم حمادي طلعت على صوتي لقيتها ايه بتقولي انت ساحباه عليك فوق يعارفة ان ابناء ايه انجوزها متحرش وواصقة من كده بس مش عايزة تطلعوا من عندي بفضيحة عايزة ترمي البلوة عليني عشان تخرس لساني لقيتها بتقولي انت ساحبه وراك في قط النوم ايه ما جوزك رايب بقى وانت ساحبه على الراجل عشان تدحك علي امان تقلت الادب ولقيتها بترمي البلوة علي بقيت اقول انا اللي صاح بتلحق بقيت اقولها خلاص وطي صوتك فضحتيني خلاص خلاص كأن عايزة توصل للناس ان مرات ابني سلوكياتها مش قويسة وضحكة على الراجل واغداء عندها في الشقة فبقدرت ان انا اقولها خلاص اسكتي اسكتي خلاص صوتك انا مش هخلاص خد جوزك وانزلي تحت انت هتفضحيني هتوقف حالي خلاص انا مش متكلمة المهم ان نزله مع بعض وانا اللي جلت الليلة في الوقت ده بس ساتر ربنا انا كان وقت منتخر محد السمع اتصلت على بوزة وقلتوله الكلام ده قال لي بقولك ايه انت عايزة انا مش مزديك انا نازل المهم نزل من هنا وقلن هنزل شهر اجازة واشوف ايه الموضوع وارجع المهم قلتوله خلاص انزل وما فيش اي مشكلة نزل قلتوله خلاص انت نزل انزل واقعد بقى احنا مش عايزين سفر وانا عايزين اي حاجة لاما تخدني سكن بعيد لاما توديني بيت اهلي لاما تقعد معنا ومش عايزين السفر لكن الاسلوب ده ما ينفعش معايا انا كده هطلع من بيتكوا بفضيحها لقيتني لقيتوا بيقولني ايه انا نازل اشوف ايه المشكلة وفعلا هننزل وجهه قلتوله بقولك ايه حلا واحد بس ركب كاميرات على باب الشقة وكاميرات في الصالة وكاميرات على باب قط النوم وداخلية كده من غير ما حد يحس بنا ولو انت فعلا عايز اسافر نعملها بالتليفون بتاعك وانت تركب الوضع وانت ما ايه في ليبيا قال لي ما ده اللي هيحصل وده اللي كان في دماغي فعلا نجوز يجيب كاميرات كده ووصلها بالتليفون نغير ما حد يحس كده بنا واعتمد ان هي تبقى على في الصالة وفي الصالة من 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 اول مدخل الصالة لغاية البراندات اللفة اللي تقدر ايه توصل حماية اللي قدر يوصى علي انهم الحاجات اللي هي تثبت اذا كنت انا كدبه ولا قاعد شهره وما يحكاش له حاجة ولا فتح مشاكل وسافر من هنا لما سافر من هنا وكان بيتتابع الشقة من وانا رايبة يعني بشوف تحركاتي انا وبنتي بشوف من اللي عندي انا راحة فين جاي منين البيتك طبعا كان مكشوف ليه عن طريق الكاميرات فوجئ في يوم لقى ابو برضو انا قلت في اليوم اسيب المفتاح ما انا متطمنة ان جوزي اا يعني اعمل لي كاميرات فانا قلت برضو عشان اثبت حالة سبت الشقة مقفولة عادي بالمفتاح بس عينت المفتاح حادي وما حطتش ترابيس على باب الشقة الكلام ده طبعا بعد ما جوزي جيه وسافر باربع شهور في خلال التلات شهور الاولين ما كانش بيحصل حاجة ولا كان بيطلع ولا اي حاجة بس الجه بعد كده انا كنت بقى في للباب تلات افلت من جوه وحط المفتاح على الترابيسة بحيث ان هو لو عايز يطلع هيبقى معاه المفتاح يقدر يفتح ويدخل زي ما هو عايز المهم انت عاملة كده بعد ثلاث شهور والشهر الرابع لقيت الباب بيتفتح وانا نايمة بس انا في اليوم ده كنت نايمة باستال انا عودت نفسي ان انا انام وانا لابسة مستتر لورده لحكم الظروف لأي الحاجة ممكن تحصل فجأة المهم ببص كده لقيت حماية بيفتح الباب وانا كنت طبعا منورة الصلة عشان الكاميرا تبقى مضحة كل حاجة فتح الباب وقام داخل فوقت النوم في اللقيت اللي في الطرقة امتنى فتح الابجورة كده ومنورها قوي قلت له انت ايه اللي جابك هنا يا بابا اما ايه جاية تطمن عليك انا سمعت كده رزع قلت لكون البيت وقعت قلت اطلع تطمن عليك قلت له لا والله يا بابا البيت نايمة كوي سهيت ما تحرمش منك ابدا بس ما ينفعش برضو ان انت تفتح الباب كده وتخش على طول ما جايز انا نايمة براحتي ما جايز ايه كده او كده ان انا في شاقية واغضة راحتي برضو ما نفعش تخش البيت من غير ما تستأذن اصحابه كانت تضرب الجرس وانا افتح لك قال له فيه بين الاب وبنتي وفرق انت لو عريانة اغطيك وجايوا عجانب على السرير قلت له لا يطبي يلا انزل ايه وانا هاجي وراك لما النهار يطلع كان الكلام ده حوالي الساعة خمسة الصبح بعد الفجر على طول ما وجرتها الماما قال لي ايه تم احنا قاعدان مع بعض هوا ما تقوموا تعملي كوبية شي ايه حلوة كده من ايدك وتعالي نشرب سوا قلت له لا مش وقته طب انت انزل وانا حصل لك وعمل لك الشي تحت ام لقيته بيقول لي ايه انت محرجة مني وراح يعبد علي انهم امطلطشا بالقلم طبعا كل ده بتسجل على الكاميرا لان جوزي طبعا موصل الكاميرا بالتلفون بتاعه عن طريق الانت المهم امطلط الباب لانا امام انت بتضربيني بالقلم اخسع عليك وعلى تربيتك وام ضربني بالقلم ولقيته بيقول لي ايه انت زعلت وراح يطقط عليها قلت له يلا نزل تحت ما تقعدش ولا دقيقة هنا انه ام ايه اتصلت علي كوزي لقيته في سبع نوم عدت ريني عليه اريني عليه برضه في سبع نوم المهم في نوفان على ما هو صحة قلت له شوف بقى ابوك عمل فيه ايه وانا وصل بي ان انا ضربته بالقلم ام ايه اللي ايه اللي حصل قلت له فتح الكاميرا بقى ورجحها وشوف الوقت الموضوع ده عد عليه ساعة رجع الكاميرات وفعلا شاف ابوه بيفتح الباب ودخل فوقت النوم وشاف ان انا جاي يتحرش بيا وان انا ضربته بالقلم وساعدته اصدق ان ابوه انسان مش كويس لقيته بيقولني ان انا نازل الاسبوع الجاي وما تتكلمش معاه خالص وما تحكيش لحد خد طبعا الكاميرا دي نزله على فلاشة التصوير اللي انا اللي هو شافه ونزله على فلاشة ونزله به طبعا مصر جيه طبعا هنا راح شغل الفلاشة وشغل الفيديو ووراه لما يلمه وقال لها ينفع ان جوزي يبقى مراطي نيمة في حالها يطلع يستقل فجر ولا بعد الفجر يتحرش بيها ويعمل كذا وكذا وكذا هادي الوقت دي اثبات دليل عليه انا مراطي وصلت بها الامر ان هي تضربه بالقلم قامت قيل لالا بك راجل ناقص وقال للأدب والمام وره الفيديو لابوه قال له ينفع ان انا تبقى مراطي ابنك وتكشف عورتها انت مش قاب انت راجل فعلا ناقص وراجل مش مزبوط انا والله ما ليه لقم تعيش في البيت دي وخدني فعلا وروحنا سكننا بعيد في شقة كويسة بعيد يعني على قد ما نقدر قريبة للبلد اللي قريب فيها اخدنا سكن وانقلنا عفشنا بس هم اخدوا جزء كبير من العفش مقابل ان احنا نطلعين بقى نهائي خالص من البيت سرقوا اللي قدروا يسرقوا ياخدوا اللي ياخدوا المهم ان انا نفت بجلدي وروحت سكنت في بيت قريب من بيت اهلي يعني اننا من بلد لبلد قريب من بيت اهلي لامت حكت في شقة صغيرة كده وقفلت على بالمفتاح والقفل وروحت اقعدت عند اهلي لغاية مجوزة سافر قلت له سافر براحتك قاعد سنتين بعد المشكلة دي طبعا بعد ما اسكنت وروحت قاعدت في بيت اهلي طبعا ما امنش ان انا عدت في بيت اسكن في بيت الوحدي انا وبنتي نتبهدل راح اخدل السكن من هنا ونقلت عفش فيه وقفلت عليه كويس وقال لي عيش ببيت اهلك معظم كرمة وانا هبعتلك شهرية تصرف انت وبنتك براحتك وانا هقعد سنتين على بعض اللي ربنا يقدرنا عليه هاشتري بيه بيت وفعلا نسفر سنتين ونزل في الوقت ده بيعت دهبي وساعدت جوزي وقفت جنبه واشترينا بيت صغير ونقلت فيه عفشي والبيت ده كان فيه محل فتح فيه ادوات سباكة ماشينا امورنا والحمد لله اعتذلنا عن اهله خلص وربنا نصر الحق ساعات عرفت ان بيت العيلة كل مشاكل ارجو يعني الاجتناب من بيت العيلة وبلاش جواز القاصرات يا جماعة مش معنى ان انا بنت جسمها فاير وسنها صغير اجوزها لاي واحد وعشان اخلص من مسئوليتها فرضا لو كان الموضوع الطاول وكانوا طلقوها الوقت هي لمعها اسيمة رسمية بالجواز ولا هيطلع لها اسيمة رسمية بالطلاق تدخل بعد كده ازاي طب فرضا ان هي كانت خلفت او كده واما معاند واما قيل انا مش هربط نسب بالبنت دي ساعاتها فين اسيمة الجواز فين العقد اللي يثبت ان هي مراته كانت هتعمل مشاكل كتير عشان تثبت ان الابن او البنت دي بنتها بنته او ابنه ليه نوصل في حاجات زي كده تجنبوا بيوت العيلة البنت قاية تتجوز حتى لو في بيت عيلة تعيش لوحدها في شاقيتها معظم كرمه ما تنزلش بيت العيلة مدام فيه اختلاط صلايف ورجالة وحامة وكلام من ده احنا مش بنجوز بناتنا عشان نخلص من مسئوليتهم احنا بنجوزهم عشان نسطرهم ويكملون لصدنهم السن المناسب لبناتنا نجوزهم بمارد الله وقبل ما نجوز بناتنا نسأل البيت اللي دخلة فيه وضعه ايه اخلاقه ايه نبقى البنات مسئولية في رعبتنا البنات امانة مش معنى ان انا بنتي كبرت او بنتي حتى صغيرة وجسمها فاير اجوزها واخلص منها ارميها في الهلاك البنت دي فعلا انظلمت وانا بقول حرام على اهلها دي عينة مراهقة فرحة بالفستان وبالدبلة وبالشخشخة الغويش ماهش فاهمة حاجة يعني ايه جواز ويعني ايه مسئولية ولولا ما هي محترمة ومتربية كويس كان الراجل ده استغلى ان هي سازجة وزيرة وكان يعني اتطول معها اكتر من كده بس ساطر ربنا ان هي بنت محترمة وربنا عشان رب عادل ورب حق نصفها في الاخر طبعا احنا مش عايزين نغلط الغلطة تاني ونتعلم من الفيديو ده ان بلاش جواز القاصرات بلاش جواز في بيت عيلة حتى لو الواحد عنده شقة بيت اهله يبقى البنت متجوزة عيشها لوحدها هي عايزة تاخدام حاماتها لما تلقي نفسها مرتاحة يبقى دي حاجة مجاملة منها مش اجبار عليها حتى لو نلقاتش منهم راحة هتقدر تقفل بابها عليها وتبقى بينها وبينهم سد لكن جواز بيوت العيلة ده اكبر ضمار للبنت حافظوا على بناتكم جوزوهم الجواز السليم احنا بنتحسب عليهم لانهم امانة في رأبتنا طبعا يا رب تكون الفيديو النهاردة او الحكاية النهاردة عجبتكم ونالت اعجابكم ما تنسوش فضلا وليس امرا اللي اشتركوا في القناة وتفعيل الجرس واختيار الكل عشان يوصل لكم لنا كل اشعار فيديو جديد نزلوا مع بعض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته